ضغرة واجهت كثير صعوبة انا اتفق معه اول شي بعدين صرت جاري بكذا مرة اتقرب منه ولا شي يعني ما قدر حسو دايما يسدني حتى تبيراسي انه لا بده اتقرب منه يعني بده اتقرب منه فا تحدي حتى متل تحدي صفا حبيت ضغري فس قالت انه قريب ايني الشركة بالاول الشيكا بالأفال إيد ضغري فكرة ضغري حطيت الفكرة في رأسي وضبطيت متحبوا نخبركم الحالة لأنه مرح يمكن مرح تقدر تتفسر متل ما لازم لأنه ما فيها كثير بس رأخبركم شو الفكرة في مجال أو لا إيه إيه يلا بسرع شي قليل كثير هلأ بمجتمعنا أنه الزواج بضلوا بعض عمر كثير طويل 50 سنة زواج 30 سنة زواج بحبوا بعضهم فنحنا هنفرجيكم هيدا الشي لأنه هلأ أصلاف كثير تطلق وكذا طلقوا مع العالم وكذا هنفرجيكم نحنا شي قليل لهو حب بعد 50 سنة ومرحلة المبعد إن شاء الله يا رب تكون هاي حياتكم مش مع بعضكم كل واحد إذا العبعد تكون مليح وإذا مش مع بعضكم كل واحد تجوز إن شاء الله بضل 50 سنة أحلى شي بتصير بالحيات المبعد يالي يا ها نعم هاي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرحًا فرحًا قلبي تهنّى أيوة تهنّى بيوم العيد حبك خلّى كن في عنايّ أجمل عالم من حاليّ حبك خلّى كن في عنايّ أجمل عالم من حاليّ كلّه جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي أول مرّة أشوف الدنيا دنيا كبيرة ومش سيعاني أول مرّة ألاقي لعمري طعمه معنا جميل إنساني أول مرّة لما جا تكلم ألا كلامك إنّ أغاني أول مرّة أحسّ بإني بعد الحب بقيت شيء تاني تاني عندي شعوري وردات رقص بالأغصاني حسّبنا شوّي أصفر غنّال والقرواني أغلّة وتعرف بس يا غالي انّت بقيت ايه بالنسبالي أغلّة وتعرف بس يا غالي انت بقيت ايه بالنسبة لي روحي عقيق قلبي أملي انت المنى من غير تحديد وحبك خلّك كن في عنايا أجمل عالم من حاليا كلّه جديد في جديد كلّه جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي يا حبيبي أمير منش رايدة منش رايدة منش رايدة إلا هو منش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة منه وما فيش فايدة في البعض عشقة في القرب عشقة زي الأعسل على قلب هوا زي الأعسل على قلب هوا زي الأعسل على قلب هواك زي العسل لو جابوا الأمر بالعالي العالي والنجوم حطوها على شاني آه وحغني وأقول أنا مالي وأنا مالي ما قدرش أسيبه حبيبي الغالي ده الأمر جوا حبيبي والنجوم لعيون حبيبي ده الأمر جوا حبيبي والنجوم لعيون حبيبي في البعد عشق في الأرد عشق زي العسل على قلبي هواك زي العسل على قلبي هواك زي العسل شكراً شكراً على هذا الشيء. بالنسبة لصوت شانتال اليوم أنا شفت أنه صوتها عم حسن، صوتها فاتح أكتر، عم يرن أكتر، عم يعمل برويكسيون أكتر، بس نفسها أبداً ما عم بيكون مرتاح وهيدا الشيء عم بيخلي أنه قفلتها ما يكونوا مرتاحين وما نون كتير سابتين. وخصوصاً وقت اللي كانت قاعدة، سوف بفتكر مع شغل النفس والتنسيق بين النفس والصوت بدأت تعلم كمان شانتال أنه وقت نكون قاعدين لازم خلي زيت سوبر النفس لازم وضعية الجسم نحنا وقاعدين ما تأثر على البوزيسيون طبع الصوت أو طبع النفس وسيدا أكيد رح يشير مع صفوف اللي جاية. بالنسبة لمروان كيت بفضل ياخد الطبقة شوي صغيرة أعلى ولانه لأنه القرار بالأول كان كتير واطع ليه ما كان عاطل بس ما قدر يظهر صوته كتير لبرا ولكن غنى حلو والصوت مجوف أحلى بالنوتات العالين ولازم بس يقدر يركز أكتر على طبقاته يمكن كان شوي سترسي بس أنه يركز أكتر على الطبقة أيضا. بهني شعطال واضح صوته فرق ومتل ما هلأ عم تعطي صوت الصدر قوي عنده صوت الراس كمان قوي يعني فيه مجلات واحد يعطيه طبقة يبين فيه صوت الراس. وصرت مرتاحة أكتر بحالة وفاتت بجو الأكاديمي. مروان كمان لو متل ما قلت حتفضلت لو أخد طبقة شوي أعلى كان بيّن جمال صوته لأنه القرار عنده بعد ما انه واضح يعني مع الشغل بيوصل وبيصير ما أحلى. حلو الفكرة أنه هول إلون خمسين سنة وبعضهم بحبوا بعضهم طبعا ما عرفوا جسدوا شخصيات الختيارية يعني بشغلة صعبة كتير ونسيوها بعد خمس دقائق أو بعد دقيقة. بس بالنسبة لإلي أنا إذا بدي أحكي عن شانتال أنا بشوف مثال الطالب اللي عم يتطور بستار أكاديمي يعني عم تستفيد مرة عم مرة كلنا عم إذا بتلاحظوا من عم تقول عنا شي أحسن. كل مرة منقول شي أحسن يعني منحسة عم تتطور بصوته بشخصه بين جوه كيف عم يتلع صوته أحلى بفتكر عم تستفيد كتير من الصفوف بزكا يعني. غنت حلو وغنت كتير شبعتنا يعني حلو يعني من أوقات منحس أنه بدنا نسمعهم عم بغنوا. هو أكيد كان بالأول وقت كتير بأنا ما فهمت ليش غنى غنية لمرة يعني مرة عم بتغنى. يعني صباح وعم تقول أنه مانيش رايدة يعني أنا كنت بشوف أنه مروان بغنى عطول بغنى أغاني جبلية وكذا. لأنه كان بقدر يغنى غنية رجال على مرة لأنه يوقف قبله يعني. كان أحسن بس واضح أنه حاب يغنى هالغنية بالذات. بغض النظر أنه كان يتواطي بالأول. هو بغنى حلو مروان بغير باللحن وبتصرف بس بغنى حلو بزن. وكان مرور حلو لتنيناتهم يعني إجزارسيس مش عاطي لأبدا. بالنسبة للغنى شانتال حبيتها أكتر من مروان. يمكن بالنسبة للطبقة يلي نذكر هلأ ليس لي قالته. هو سوري لأنه هو كفع طبقة بنت يعني هي بلش الطبقة بتريحه وكفع له. بس أنه ما بعرف بعرف أنه أنا اقتنعت منه بالغنى أكتر من مروان. الآن بالنسبة للمشهد أنا شوي قاسي لهذا الموضوع. لأنه في ملاحظات بين قالوا بالصف ولازم يخدوهم بعين الاعتبار. أول شي بدل ما يفسروا لنا أنه هن الخطيارية وإذا وعن جد مصرين. أنه مثل ما فوتها وقعدها كانوا بيقدروا بجملة جملتين دخليك قد إلنا مجاوزني. ثلاثين لأ خمسة وثلاثين لأ أربعين. يعني يلعبوا على هذا هيك كم جملة مهضومين أو يحطوهم بإطار. أنا شفت مشهد ما يعني ما أبدا ما حسيت بالعمر. يعني ما حسيت أنه ثلاثين خطيارية والبرهان. أنه هن مش مقتنعين يعني بيعملوا دغري هالكرستان يلي فوتوهن وتلبك وفيهن رجعوا. شلوهن وزبتوهن على جنب. فبالتالي ما كانت ضد أنه يكونوا شو اللي بيفرق لو كانوا صبي وشب. بيحبوا بعضهم. إن كان عمرهم عشرة أيام. عمروا هالحب عشرة أيام أو عشر سنين أو عشر سنين. يعني أنا ما شفت الفارق هون. كان لو فاتوا بلعبة المسنين كان مهضوم الغنى يكون هنه عم بيعملوا شي. يعني أنا مليت إنه كل الوقت مسكين بعضهم معاربشين ببعضهم وعم بيغنوا لبعضهم. هيدول ملاحظات أنا دايما بيقولون إياهن إنه ما تمللوا المشاهد. يعني ضلينا على خمس دقائق اثنين معبشين ببعضهم. حتى إذا اثنين بيحبوا بعضهم ما بيضلوا معبشين ببعضهم عشرة دقائق عم بيغنوا بوش بعض. يعني هون أنا شوي قاسية بهيدا الموضوع. بالنسبة للغنى أعطيت رأيي. أنا أكيد رح أحكي عن الغنى. شانتال يمكن طابع صوتها أو الكاركتير طابع صوتها عم يتطور ويتحسن. بس أنا عندي بعض شوية مآخذ على العرب اللي بتستعملون. ما بتحسسني بالفرق بين إذا غنت طرب أو إذا غنت لبناني أو إذا غنت يعني. بدي بعد نضوج أكتر بالأداء يعني بحاجة إنه ينضج أداءها. بحاجة إنه تعرف كيف تزدت لفظة كيف تعرف تستعملت أمها. لأنه مش كده الوقت مثلا بدي غني قوي. يعني وقتها في جمال بتحمل تكون نعمة أكتر. يعني بدي أشغل أكتر على الفنيساج كيف تطلع الغنية بمظهر لائق بعد أكتر وبينضج أكتر. وكان عندي شوية مآخذ على الربع صوت يعني الكاردوتون يعني اللي بيطلع بالمغناطة. وقتها بيصير الموسيقى فيها ربع صوت يعني النغمة الشرقية أكتر. بدي بعد شوية شغل أكتر. هلأ ماروان بتخيل نقق هيد الغنية لأنه كانوا هني عم ينبشوا على شيء منسجم مع بعضه من ناحية التوناليتاء أو من ناحية المقام إذا بتكون. إذا بتكونوا منسجمين غنائيا بالموضوع و بالموسيقى. بس إنه بني هيدا الشي ما خدمه لأنه اضطر يغنى على طبقة شانتال. وأكيد هي بدأ تبدلش على طبقة تريحة إليه. فنظلم شوي بالأول. صاري حاول يستعمل نوع عرب معين بتجنبه إنه كتير يقشط على القرار تما يتبين إنه كتير واطي عليه. بس أنا معكن إنه يغير الطبقة تيكون هو مرتاح أكتر. إحساسه كتير حلو. بس أنا عنده مشكلة مع ماروان إنه كترة العرب شوي. لازم يعرف أكتر وين بدي يحط العرب بالمحل المناسب. تما يصير المغنى طبعه أوفر بالعرب. هو عنده إمكانية وهيدا مش بييده إنه بيعرف بس بييده إنه يعمل كنترول طي يضبط هيدا العرب أكتر. وفي مطارح شوي صغير يظهر عن الطبقة لأنه مش مرتاح فيها.